أهلاً بكل حضراتكم وعودة من جديد إلى عشر الصبح في الأهلي طبعاً يعني اليومين دول عندنا فترة راحة حالياً لكل العيدة النادي الأهلي ولكن الحديث عن كرة القدم لا يتوقف أبداً وحتى فترة الراحة خلاص بتوشك على الانتهاء يعني عرفنا من شوية أنهم إن شاء الله بعد مكرا على طول يوم الخميس الفريق حيرجع مرة تانية عشان يوصل تدريبات وأكيد استعداداً للترجي التونسي وطبعاً عندنا كلام كتير نتكلم فيه في هذا الإطار إلى جانب كلامنا عن المنتخبات طبعاً كل النقط دي هنتكلم فيها مع ضفنا العزيز اللي منورنا كابتل محمود صالح نجم النادي الأهلي السابق صباحاً كل على حضرتك منورناك العادة ونسعد وبنتشرف وجودك معنا أخبر حضرتك أي كله تمام نبتدي من اللي حصلت الفترة الأخيرة بشكل عام طبعاً كان فيه غيابات متعددة ضمن صفوف النادي الأهلي في الفترة الأخيرة نتيجت يعني إصابات وغيرها والحمد لله بقينا بنشهد مؤخراً بشكل تدريجي كده ده عودة اللعيدين في رأي حضرتك إلى أي درجة كان نسيماني ناجح في التعامل مع هذا الأمر وفي فكرة الاستفادة من اللعيبة اللي تحت إيده وتدورهم كان ناجح لأي درجة في الموضوع ده هو طبيعاً مفهود النادي الأهلي ينادي كبير يلعب على المطلوات فدايماً يبقى المستوىات متقربة في كل المراكز وده لازم اللي يعمل عليه الفريق اللي بيسعى أنه هو يكسب مطلوات طبعاً هي بعض الغيابات مثلاً نقول نتيجة إصابات أو حاجة هي المشكلة في الأحيان أنت اللعيب الأساسي ده عندك بيبقى خارج الفورما ممكن بيجي فترة بيبقى بعيد عن الفورما الرادية وبيبقى بيبقى دور البديل هنا اللي هو مستوى متقارب فما بنشعرش بفرق إنما لما يعني الأعداد اللعيبة اللي جاهزة بتقول فيها يعني قليلة شوية أعتقد دي بيتمثل واشكاً طيب لو طبقناك تلبيتين دول على حد زي أفشة مسلاً يعني ناجد بديل ليه؟ بنفس المستوى بنفس الحرفية والكيفية اللي بيلعب بيها فكرة إن انت تعرف تستلم كويس وتعرف تخلق لنفسك مساحة وتعرف تختارك وتعرف توزع يعني البداية اللي عندهم نفس القدرات احنا برضو لأ احنا طبعاً بنقول طبعاً لازم بقدر الإمكان أو الدية كلها كبيرة بتلب على البطولات بتعصى أنه لازم دايماً البديل أو مش عايزة أقول البديل يعني اللعيبة اللي بلعبه في مركز واحد يكون المستوى متقربة يعني زي ما بنقول يعني في حالة غياب حدي بقى التاني يقدر يعني يقدر يعني يقدب نفس المستوى إنما برضو في بعض اللعبين بيكون مميازين يعني يعني أنا مش هقدر بيبقى تلاقي فيه فرق برضو واضح بينه وبين البديل ده موجودة في أكبر فرق العالم إنما بقدر الإمكان كل ما احنا بنقدر ننجح إحنا نخلي البديل في المستوى المتقارب بينه باللعب الأساسي أعتقد دي في حالة الغياب اللعب الأساسي بتحلي مشكلة كبيرة طيب إنما أنا بعتقد آه صعب حد يعني في الوقت الحالي صعب حد يسد الفراغ بتاعه في حالة غيابه لأقدر له نتيجة إصابة أو هبوط في المستوى اللي هو طبيعي بيبقى متواجد في بعض الفترات المستوى وارد جدا صحيح آه إنما في صعوبة طبعا ما في الشكل طيب